يوم الأهلي يعمل ده ولا يبص على مبررات ولا تشغله شماعات لكن اللي جاي ده لو شفتوه لو حصل من الأهلي ينهر بيض ما كناش خلصنا لكنه حصل وقالوا إسلام صادق في برنامج النهاردة وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي استقبل فرجاني ساسي تاني الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة استقبل فرجاني ساسي النجم نادي الزمالك اللي بيتم التفاوض معاه خلال الأيام ديت من جانب طبعا عيمان يونس ومن جانب اللجنة المؤقت إيه اللي حصل في القعدة الوزير الرياضة كان بيطمم فرجاني ساسي وقال له نصا إن وجودك في نادي الزمالك ده مطلب شعبي ومطلب مطلب شعبي طبعا مطلب جماهيري يعني فيما يخص طبعا جماهير نادي الزمالك تاني لأنه هو خبر قد يكون مفاجئ للجميع فرجاني ساسي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة استقبله وطمنوا بحالة نادي الزمالك وبالأوضاع نادي بأوضاع نادي الزمالك وطلبوا بالاستمرار داخل نادي الزمالك وقال له إن استمرارك داخل نادي الزمالك مطلب جماهيري ده يمكن بالنسبة لي كان مفاجئ بالشكل كبير وبالنسبة للمتابعين كتير لأن في النهاية فرجاني ساسي المنوض بالمفاوضات هو الكابتن آيمان يونس حسب ما تم الإعلان ونحاول نجيب كابتن آيمان يونس أو أي حد من نجوم نادي الزمالك السابقين عشان ده ليه مدلول مدلول أن النهاردة آيمان يونس هو اللي بيتولى المفاوضات معنى إن الدكتور أشف صبح وزير الرياضة يتوسط أو يدخل في المفاوضات أو يستقبل فرجاني ساسي ويقوله إن استمرارك مطلب جماهيري خاص بنانت زمالك غريبة شوية كلنا عايزين نانت زمالك يكون مستمر وإن شاء الله هيكون مستمر زي ما بنكون دايماً عايزين نادي الأهلي مستمر أين كانت غير مجلس الإدارة ما تغيرش مجلس الإدارة لكن فكرة بقى التدخل في المفاوضات ديت أو التوسط في المفاوضات يمكن ديت أول مرة أشوفها بصراحة ترجمة نانسي قنقر